استقبلت مدينة العقبة أول باخرة سياحية في العام الجديد تحمل على متنها نحو أربعة ألاف سائح عربي وأوروبي رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفيز قال إن سياحة البواخر تنعكس إيجاباً على السياحة والاقتصاد في المملكة بشكل عام والعقبة بشكل خاص وتوقع وصول تسعين باخرات ركاب إلى المدينة خلال العام الحالي واستقبلت العقبة في 2022 77 باخرة حملت على متنها أكثر من تسعين ألف سائح من مختلف الجنسيات مثل هذه البواخر لها انعكاس إيجابي ليس فقط على العقبة ولكن على الأردن بشكل عام هذه الباصات العديدة التي تراها أمامك تحمل حوالي 2500 راكب هذه الباصات والسيارات والنقل السياحي الذي ينقل الركاب من خلال مكاتب سياحة من خلال الدلاء من خلال المجمعات المختلفة سيذهب إلى عدة مواقع منها العقبة منها وادي رم منها البترة وبعض منها سيتجى أبعد من ذلك ولكن هذه الحركة ستكون لها انعكاس اقتصادي كما قلت على العقبة وعلى المرات المختلفة